الآن بسطر في البر الغرب وبالتالي احنا عايزين يوألنا علامة الصوتية العالمية وعايزين يوألنا حكومة الكاية الحجرية وكل الصناعات اللي احنا ممكن انتجها بلوكسور هذا المسابقة الثالثة والأخيرة هي مسابقة طريفة بعد ذاتها هي لوكسور حكايات لوكسور ستوري اكيد كل واحد عاشه لوكسور او زارت لوكسور او درس عن لوكسور اكيد عنده حكاية معينة يقدر ان هو يحكيها لنا ويقدر ان هو يوريها لنا بصورة كويسة حتى الدكتور احمد راسد عنده عمل كبير جدا ان هو يبقى فيه مدحف كبير بعد كده يضرب كل القصص والحكايات اللي نقدر بيها نقرح لتاريخنا او لاحجاز بتاعه اشتركوا في القناة